اشتركوا في القناة تنظيم رياضة المشي لمسافات طويلة في ألمانيا ملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أهلا بكم ثانية وإليكم خبرنا الأول استضافت منظمة الإنسانية أولا في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أكثر من أربعمائة ضيف يمثلون سبعة دولين في حفلها العشرين في واشنطن العاصمة وقد اجتمع عدد من المتبرعين والسفراء والمستشارين ورجال الأعمال وممثلين الكونغريس والقادة وممثلين عن مختلف الأديان للاحتفال بمرور عشرون عاما على تأسيسها أتذكر عندما انضممت إلى منظمة الإنسانية أولا عام 2005 في ذلك الوقت كان الأمر لا يزال جديدا إنها رحلة كبيرة منذ البداية المتواضعة إلى ما نحن عليه الآن إنها رحلة كبيرة ومثيرة وهو عمل شاق قام به بعض من المتطوعين وأبناء جماعتنا تكلم المتحدثون عن ضرورة العمل الإنساني والدولي الخاص وقدموا رواياتهم المباشرة عن التأثير الذي أحدثته منظمة الإنسانية أولا في العديد من بلدان العالم بالنسبة لي أن أكون هنا وأرى العمل الرائع الذي تقومون به جميعا على مستوى العالم فهذا شيء لا يمكنني تقديره وأتيت فقط لأشكركم جميعا على العمل الذي تقومون به أعتقد أن على عامة الناس أن يعرفوا عن منظمة الإنسانية أولا ليس عن عملها في دولة واحدة أو دولتين ولكن عن عملها العام فهي تقدم المساعدة لك ولا يهم أين أنت في العالم أو ما هو دينك أو ما تؤمن به فهي موجودة للمساعدة دون أن تسأل عن خلفية الناس من الراعى أن أشهد مروري عشرين عاما ما زلت أتذكر وجودي في المملكة المتحدة جالسا أستمع إلى خليفة المسيح الرابع يتحدث عن الإنسانية أولا وإطلاقها والآن نرى أن الولايات المتحدة قد قدمت عشرين عاما من هذا الجهد والعمل الجيد بعد وصولها إلى عشرين عاما بفضل الله في العمل الدؤوب على خدمة الإنسانية تخطط منظمة الإنسانية أولا في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة النمو وتوسيع عملها في محاولة لأداء حقوق خلق الله بمساعدة التبرعات السخية من جميع انحاء العالم أما الآن ننتقل إلى خبرنا التالي من ألمانيا لقد بيّن القرآن الكريم أن الإنسان هو المخلوق المكرم عند الله وللحفاظ على هذه المنة الإلهية العظيمة وجبت إحاطته بسياج من الضمانات التي قررتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والصحة في نظر الإسلام ضرورة إنسانية وحاجة أساسية وقد جاء في الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيان أن صحة البدن وعافيته هي من أكبر نعم الله على الإنسان في الدنيا وهناك أحاديث كثيرة في شأن الصحة والعافية وهي تمثل أكبر دليل على اهتمام الإسلام ورسوله الكريم بحفظ الصحة والعناية بها وعليه نظم مجلس الصحة التابع للجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا رحلة مشي لمسافات طويلة وقد شارك حوالي ثمانين شخصا من الخدام والأطفال والأنصار وكوننا مسلمين أحمديين نجد أن فرص تنظيمي مثل هذه البرامج متاحة أكثر لنا وسهلة من خلال فروع الجماعة المختلفة التي تساعد أعضاءها على التقدم الروحي والتكاتف الذي يخلق إحساسا بالانتماء أود أيضا أن أنهني أمجلس الصحة في هذه المرحلة فقد تم التخطيط لهذا بشكل جيد من البداية إلى النهاية وأمل أن أكون جزءا من هذه الرحلة بالمستقبل وقد كان الأمر رائعا بالنسبة لي أيضا بغد النظر عما إذا كانت تقصيئا أو لطيفا يجب أن تكون دائما ممتنن لكل ما تحصل عليه ننهي نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المجد المبارك في إسلام أباد بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيضاه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد البريطانية في الحادي والعشرين من شهر يونيو حزيران الجاري حيث تابع الحديث عن غزوة بن النظير وقال ورد عن تفاصيل محاولة اليهود لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن جحاش قد هيئ الصخرة ليدحرجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حضرة ميرزا بشير أحمد لقد رحب بن النظير بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الانتظار حتى يجمع المبلغ ويدفعوه له فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ظل جدار وانسحب زعماء بن النظير مدعين أنهم يرتبون لجمع المبلغ الذي ينبغي دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدلا من ذلك بدأوا يتآمرون لاستغلال هذه الفرصة الثانحة لقتله بحيث يصعد أحدهم سطح المنزل الذي يستند النبي إلى جداره ويلقي عليه حجرا ثقيلا فاعترض عليه أحدهم وهو سلام بن مشكم ووصفه بأنه خيانة وخرق لمعاهدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يستمعوا له وفي النهاية حمل أحدهم وهو عمر بن جحاش حجرا ثقيلا إلى أعلى المنزل وعندما كان على وشك رميه على النبي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فجأة وابتعد كما لو أنه تذكر شيئا ملحا يحتاج إلى اهتمامه فورا وفي حين كان كلا الطرفين ينتظرانه عاد إلى المدينة وبعد فترة قصيرة استغرب أصحابه الذين تركهم وراءه سبب رحيله المفاجئ فقاموا للبحث عنه وفي نهاية المطاف وصلوا إلى المدينة المنورة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤامرة الخطيرة التي دبرها بن النظير ضده قال كنانة بن صويراء لليهود هل تدرون لما قام محمد؟ قالوا لا والله ما ندري وما تدري أنت؟ قال بلى والتوراة إني لأدري قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر فلا تخدعوا أنفسكم والله إنه لرسول الله وما قام إلا أنه أخبر بما هممتم به من الغدر وإنه لآخر الأنبياء وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة لم تتغير ولم تتبدل أن مولده بمكة وأن دار هجرته يثرب وصفته بعينها ما تخالف حرفا مما في كتابنا وما يأتيكم به أو لا في محاربته إياكم ولكأني أنظر إليكم ضاعنين يتضاغ صبيانكم قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم وإنما هي شرفكم فأطيعوني في خصلتين والثالثة لا خير فيها قالوا ما هما؟ قال تسلمون وتصبحون أصحاب محمد فتأمنون على أموالكم وأولادكم وتكونون من علية أصحابه وتبقى بأيديكم أموالكم ولا تخرجون من دياركم قالوا لا نفارق التوراة وعهد موسى قال فإنه مرسل إليكم اخرجوا من بلدي فقولوا نعم فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالا وتبقى أموالكم لكم إن شئتم بعتم وإن شئتم أمسكتم قالوا أما هذا فنعم قال سلام بن مشكم قد كنت لما صنعتم كارها وهو مرسل إلينا أن اخرجوا من داري فلا تعقب يا حيي كلامه وأنعم له بالخروج واخرج من بلاده قال أنا أخرج فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى محمد بن مسلم وقال له اذهب إلى يهود بن النظير فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يقول لكم قد نقطتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأي وظهور عمر بن جحاش على البيت يطرح الصخرة فأسكتوا فلم يقولوا حرفاً ويقول أخرجوا من بلدي فقد أجلتكم عشراً فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا على ذلك أياماً يتجهزون فبينما هم على ذلك إذ جاءهم رسولا عبد الله بن أبي بن سلول سويد وداعس فقالا يقول عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم وتمدكم قريضة فإنهم لن يخذلوكم ويمدكم حلفاؤكم من غطفان وأرسل بن أبي إلى كعب بن أسد القرضي يكلمه أن يمد أصحابه فقال لا ينقض رجل واحد من العهد فيأس بن أبي من بني قريضة وأراد أن يوطد الأمر بين بني النظير ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يرسل إلى حيي بن أخطب فقال حيي أنا أرسل إلى محمد أعلمه أننا لا نخرج من دارنا وأموالنا فليصنع ما بدى له وطمع حيي فيما قال ابن أبي في نهاية الخطبة ذكر أمير المؤمنين نصره الله أنه بلغه أنه أثناء القيام للصلاة لا يقف الجميع متلاصقين وقال إن عصر كوفيد قد انتهى الآن لذلك عند الوقوف في صفوف للصلاة يجب على الجميع الوقوف جنبا إلى جنب متكاتفين أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم كونوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته